سريعا فريرة كان أعلن عن القيمة قيمة نالزة مالك طبعا فيها غياب زي ما قلت لك سيف جعفر ويوسف وقسامة نبيه ومن أهم أهم الغيابات في نالزة مالك قاعدة يقولي زي سيف جعفر ويوسف وقسامة نبيه دول ولاد صغيرين دلوقتي بقى ولاد صغيرين ولما قلنا قبل كده وكنا أول ناس أشرنا أن الزمالك بيدفع بناشئين الناس قاعدت تقولك إزاي دول لعيبة عندهم 24 وكبروا الولاد أربع سنين عن سنهم علشان يعني يثبتوا أن هم مش شباب المهم يعني هي الأراء بتتغير حسب المواقف المهم سيف جعفر ويوسف وقسامة نبيه مش هيكونوا موجودين انضم للقيمة محمد عبد الشافي وطبعا باعتبار أنه كان مصاب الفترة اللي فاتت ويعني عواد ونديم محمد نديم ده حالس شاب الوينش ومحمود علاء وعبدالغاني ومحمد طارق وسام عبد المجيد وعبدالله جمع وإحمد فتوح وعبد الشافي وحزم إمام وحمد المسلوسي وروقة وإمام عشور وإسلام جابر أوباما وأنجم وشكبالا أيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف من شاري يوسف الجزيري ونيمار ده بالنسبة ل الزمانيك في الغالب مش هيجازف وهيعتمد خلي بالك اللي اتنين بكرة هيبو خايفين فبالتالي الاتجاه ده كنال الأهلي أن يلعب بثلاث محاور ارتكازة أو الثلاث لعبين ارتكاز أليو ديانج والسولية وحمد فتحي التشكيل المتوقع ممكن يبقى لي الفريقين يعني هنقول الزمالك الأول باعتباره أنه هو متصدر الدوري هتقول لي إيه علاقة الدوري بالكاس هقول لك أنه هو حتى بطل الموسم الماضي في الدوري وبطولة الدوري هي اللي بتؤهل لبطولة دوري الأبطال اللي النادي الأهلي فيه مشكلة طبعا مع بيرامدز بسبب أو مشكلة مع ما بين بيرامدز واتحاد الكرة اللي بيطالب بأنه هو يكون يترشح لدوري الأبطال بعدما اتحاد الكرة كان سبق وأعلن أن اللي هيلعبه فيه دوري الأبطال الأهلي والزمالك بينما اللي هيلعب فيه الكومفيدرالية بيرامدز وفيوتشر نفس الأمر اسموحة معطردين على ترشح فيوتشر لبطولة الكومفيدرالية لكن خلينا نشوف اتحاد الكرة قال أن احنا بنمشي على اللي حصل السنة الفاتحة تشكيل متقع للزمالك عواد فتوح الوينش عبدالغاني حمزة المسلوسي امام عشور روقة أشب بن شرقي نمر وزيزو وسيف الجزيرة تشكيل متقع للنادي الأهلي الشناوي علي معلول وعبد المنعم وياسر إبراهيم وكريم فؤاد يعني في الغالب هيبقى محمد هاني مش كريم فؤاد عمر سلية حمد فاتحي أليو ديانج وعبد القادر وشريف ومحمد مجدي أفشا ده يمكن التشكيل المتقع للفريقين لا موجود هو كان مصاب ورجع فخلينا برضو هنتأكد من فكرة أن هاني هيبقى موجود ولا لا ترجمة نانسي قنقر